السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رابع لقاء لينا لمنهج نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة المحاضرة الرابعة هنتناول في المحاضرة دي بعض المعلومات العامة بشكل سريع عن وقود التأجير وأهميتها في ظل نظام المعلومات المحاسبة وقود التأجير من الموضوعات اللي لقت في الفترة الأخيرة كثير من المناقشات والجهد علشان التعديل اللي حدث في معيار التأجير التمويلي وليحنا هنتعرض له بشكل خفيف لأغراض طراثة بس لكن مش هنتعمق فيه المعالجة المحاسبية لعقود التأجير هنتناول فيها أساسيات العقد ومزايا المشكلات المحاسبية الخاصة بالتأجير التمويلي وخيار الشراء والتكاليف الأولية وعادة التأجير المعالجة المحاسبية في الدفاتر المستأجر وفي دفاتر المؤجر غالبا إحنا مش هنتناول النقاط دي بالتفصيل هنمر بشكل سريع كده على المعالجة المحاسبية هي اللي تهمنا وهي اللي إن شاء الله هنحاول إن احنا مركز عليها ايه هو عادة التأجير؟ ده اتفاق تعقدي بين طرفين أحدهما هو المؤجر صاحب الأصل والآخر هو المستأجر اللي بيأجر الأصل ده علشان يستفيد من خدماته بموجب هذا العقد بيحق للمستأجر استخدام الأصل المنوك للمؤجر لفترة محددة من الزمن مقابل قصد نادي بيسمى إيجار بيحدد في العقد المخرر بينهم مدة العقد بتتوقف على الاتفاق ما بين الطرفين لكن بالنسبه لنا احنا تمثل جزء مهم جدا في تحديد طبيعة العقد ونوعه القيمة الإيجارية المدفوعة بتتحدد بشكل دوري بالاتفاق ما بين المستأجر والمؤجر بضغطي مفترض تكاليف الشراء وكافة المصاريف الإضافية بالإضافة لهامش ربح مناسب للمؤجر مقابل أنه يتنازل عن الأصل علشان يحصل المستأجر على خدماته أنواع الإيجار بتتوقف حسب المدة المستأجر هيأجر فيها الأصل ممكن الإيجار يكون مبلغ سابت خلال فترة العقد وممكن يكون متناقص أو متزايد حسب الاتفاق ما بين المؤجر والمستأجر كمان ممكن يبقى قيمة الإيجار نسبة من المبيعات اللي ممكن يحققها المستأجر نتيجة استخدامه للأصل المؤجر بس برضو بنرجع نقول إن ده عقد والعقد شريعة المتحصدين حسب الاتفاق من اللي بيتحمل تكاليف التنفيذ؟ مدام المستأجر بياخد الأصل يبقى المؤجر خلال مدة الإيجار ما يتحملش أي تكاليف تنفيذ خاصة بالأصل صيان طوع أو التأمين عليه أو ترايب المستحق عليه جميع التكاليف دي مفترض أن يتحملها المستأجر هل يجوز إلغاء العقد أو بيع الأصل حسب الاتفاق قد يكون عقد التأجير غير قابل للإلغاء أو قد يشمل حق في الإلغاء المبكر قبل إنقضاء مدة التأجير على أن يدفع المستأجر للمؤجر مبلغ قطعويض نتيجة إن هو أخل بالعقد أو ما أخدش الأصل خلال الفترة اللي تفقوا عليها القيمة دي تتحدد وفقا للفترة المتبقية من مدة الإيجار كتعويض للمؤجر عن فسخ العقد كمان ممكن ينص في العقد إن للمؤجر حق في بيع الأصل لطرف ثالث مع تحصيل كل أو جزء من الفرق بين سعر البيع والتكاليف غير المستردة من المستأجر لحساب المؤجر ما هو عقد التأجير التشغيلي؟ عقد التأجير بتاع الأصل ما بيتمش رسمالة قصد التأجير يعني إيه؟ بعتبره مصروف عادي بيظهر في قيمة الدخل لن يتم إثبات الأصل في دفاتر المستأجر يعني الأصل ما زال في دفاتر المؤجر والمستأجر بيقعود الأصل يستفيد منه فترة ويرجعه للمؤجر مقابل مصروف إيجار عند المؤجر بيبقى اسمه إيراد إيجار في نهاية مدة التأجير وبعد يدفع دفعات التأجير بيعود الأصل للمؤجر وهنا المستأجر بيثبت قصد الإيجار زي ما اتفقنا مصروف إيجار وبيظهر في قيمة الدخل بينما المؤجر بيثبته كإيراد وبرضو بيظهر في قيمة الدخل الخاصة به العقد الخاص بالتأجير التمويلي لا لإثبات التأجير كتأجير تمويلي لازم يتوافر في مجموعة من الشروط بيتم نقل ملكية الأصل للمستأجر يعني بيظهر في دفاتر المستأجر في ميزانيته بس تحت المسمى إن هو عقد تأجير تمويلي أو أصل مؤجر تأجير تمويلي بيتضمن عقد التأجير منح المستأجر خيار شرع يعني ممكن بعد الفترة ما يرجعش المستأجر الأصل للمؤجر لا يشتريه بالوقت فترة التأجير فترة 75% من عمر الأصل أو أكتر بتكون القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات التأجير بعد استبعاد أي تكاليف من سوية 90% أو أكتر من القيمة السوقية العادلة للأصل وهنا بتغضع لعمليات حسابية بتستخدم فيها معاملات القيمة الحالية معنى كده إن عقد التأجير التي لا يتحقق فيها أحد المعايير الأربعة أو اشتراطات الأربعة السابقة بتصنف كتأجير تشغيلي مش تمويلي هتفرق إيه عندي كنظام حسابي تفرق في المعالجة لقصة الإيجار أو لدفعات الإيجار سواء في دفاتر المؤجر أو المستجر في دفاتر المستجر لو أنا بأجر تأجير تمويلي بداية أول ما بيخرج الأصل من عند المؤجر للمستجر لازم المستجر يعمل القدة من حساب الآلة المؤجرة لأن الآلة بقت عنده وممكن يزود كمان تفصيل من حساب الآلة المؤجرة تأجير تمويلي إيه لحساب الالتزامات شرطة تأجير تمويلي هنا أثبت إن الأصل عند المستجر مقابل دين عليه للمؤجر عند المؤجر الآلة خرجت فلازم تيجي داينة مقابل إنه هيزبت المستجر في دفاتره على إنه مديني عقود تأجير معنى كده إن المعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي أول ما بنبتدي نمضي العقد والمستجر ياخد الآلة وكده إحنا حطناهم قصاد بعض عشان تبقى تشوفها المستجر الآلة بتروح له فبتخش مدينة لأنها أصل يبقى حساب الآلة المؤجرة مدين مقابل التزامات تأجير تمويلي داين عند المؤجر الآلة خرجت فجت في الطرف الداين مقابل مدين عقود الإيجار اللي هو يصد بها المستجر هل يهلك الأصل في عد التأجير التمويلي؟ طبعا أي أصل يهلك في معدى الأراضي بيتم الإهلاك دا لدى المستأجر مش المؤجر لأن المستأجر هو اللي عنده الأصل وخلال سنوات العمر الاقتصادي ليه أو سنوات التأجير أيهما أقل بعامل قصة الإيجار للأصل المؤجر في نفاتر كل من المؤجر والمستأجر بشكل معين النهاردة بشوف هل هرسم للتأجير التمويلي عند المستأجر والمؤجر بمعاملة دفاعات الإيجار على أنه هو قرض ليه فايدة؟ ولا مش برسملها؟ فبس بثبت الأصل لدفاتر المستأجر ومش هستبعد الأصل لدفاتر المؤجر وفي نهاية مدة العقد وإتمام دفاعات المستأجر هيثبت قصة الإيجار على أنه مصروف أو المؤجر يثبته على أنه إراد لا أنا في التأجير التمويلي بحاول أو بعمل رسملة لقصة الإيجار تعال نشوف مثال إذا قامت كل من الشركة المؤجرة والمستأجرة بتقي عقد تأجير في 1 يناير 2005 حددت الشركة المؤجرة تأجير آلة للمستأجر بدءا من 1 يناير 2005 بالشروط مدة التأجير خمس أعوام عقد التأجير غير قابل للإلجاء دفاعات إيجارية متساوية هيدفعوا 25982 قرش بتسدد بداية كل عام آآ الآلة القيمة السوقية العدلة ليها آآ مئة ألف جنيه عمرها خمس أعوام وملهاش خردة ملهاش رصيد متبط قامت الشركة المستأجرة بدفع كافة تكاليف التنفيذ من نقل وتجهيز وتركيب وتدريب ودفعت ضريبة ممتلكات ألفين جنيه تضمنتها الدفعات السنوية لمؤجر لا يشمل عقد التأجير أي خيارات للتجديد وإن الآلة ستقول ملكياتها لشركة المؤجرة في نهاية مدة التأجير معدل الاقتراض الإضافي للشركة المستأجرة 11% لأن ده سيساعدني أن أستخدم معامل قيمة حالية عشان أحسب من قيمة حالية الدفعات الإيجار باستخدم طريقة القسط السابت لإهلاك الآلة في الشركة المستأجرة بتقوم الشركة المؤجرة بتحديد الإيجار السنوي بمعدل عائد على الاستثمار 10% دي الفايدة الضمنية للمطلوب بيان نوع العقد والمعالجة المحاسبية لدى كل من المؤجر والمستاجر من الواضح طبعا أن كل الاشتراطات بتاعة التأجير التنويلي موجودة مدة التأجير 5 أعوام وهي مساوية للعمر الاقتصادي للأصل يعني بتحقق شرط 75% من عمره القيمة الحالية للحد الأدنى بدفعات التأجير 100 ألف هتم حسابها بعد كده بتزيد عن 90% من القيمة السوقية للأصل يعني الأقصات المدفوعة هتزيد عن 100 ألف القيمة الحالية للحد الأدنى بدفعات التأجير بعد استبعاد التنفيذ والطريبة ببتدي أحسبها بالمعادلة دي جالبا إحنا مش هنتيلك الامتحان تحسبها إزاي لكن نازم تبقى أنت عارفها إحنا هنيديك بس القيمة بتاعة القست جاهزة لكن عشان تبقى عارف كيفية حسابها حساب دفعات التأجير المراسملة معدل الفايدة الضمني للمؤجر اللي هي 10% هستخدمها بدل 11% لأنها الأقل برسم القيمة إزاي بجيب القست بطرح منه الضريبة وهضربه في خمس أقصد بمعامل قيمة حالية لمعدل فايدة 10% لمدة خمس أعوام فالمعامل هيطلع لي أربعة أعلامة 16986 من مئة ألف في خمسة المهم هيطلع التكلفة بتاعتي تقريبا مئة ألف القيد في دفاتر المستأجر مئة ألف أصل مؤجر تأجير تمويلي مئة ألف التزامات عند المستأجر بنفس القيمة بس هقول من حساب مدين وعقود التأجير إلى حساب الآلة لما بسدد أول دفعة خد بالك أنا دفعت مصروف ضرائب أنا أنا المستأجر في دفعت المستأجر دفعت مصروف ضرائب ألفين وهدفع الالتزامات 23981 و 62 هم مش كانوا خمسة وعشرين لا معا أنا طلعت الألفين لوحدها كمصروف ضريبة أخصمها من القصد لكن كتوتل أنا دفعت خرج من نقدية بتاعتي خمسة وعشرين ألف تسعمية واحد وتمانين و 62 من مئة الرقم ده بيتكون من ايه؟ تعالوا كده نشوفوا الرقم ده في ثلاث حاجات في الالتزام اللي قال الدين بتاع المستأجر اللي قال بمقدار 23982 في المئة في مصروف فايدة بس هنا هيسوي صفر لأنه لسه ده أول قصد ما عدش عليه مدة فمش هدفع فايدة فاستفايدة النهاردة صفر في تكاليف التنفيذ اللي هي الضريبة عن ممتلكات اللي المفروض إن المؤجر هو اللي يدفعها دفعتها أنا وحطتها ضمن القصد إجمالي تكلفة التمويل عبارة عن مصروف الفايدة على مدار التأجير التمويلي عبارة عن تسعتاشر الف تسعمية وتمانية وعشرة في المئة جبتها منين؟ ده الفرق ما بين المية ألف والمية وتسعتاشر الف تسعمية وتمانية وعشرة من مية دي اللي أنا حسبتها لما ضربت لقصاد الخمسة اللي عليا بعد ما طرحت الضريبة وضربتهم في خمسة الفرق ده ده فايدة هيتفح بالزيادة المستأجر للمؤجر بقابل إنه خد الأصل مش الأصل بمئة ألف لكن مش هقده بمئة ألف ما هو لازم المؤجر ده يحقق مكسب أو ربح في شكل فايدة بالضبط كأنه ادي له قرض مش أصل مصروف الفايدة في نهاية السنة الأولى هيبقى سبع تلاف ستمية وواحد واربعة وثمانين من مية دي فتفات المستأجر بحساب مصروف فايدة مدين فايدة مستحق دينا هيتفحها إمتى السنة اللي بعديها؟ جاب الرصيد ده ازاي؟ رصيد التزامات ناقص القصد ناقص تكاليف التنفيذ اللي هي الفوايد ناقص الفايدة اللي الأول سنة اللي كانت صفر هيطلع لعن تحضرتك سبع تلاف ستة وسبعين الف وثمانتاشر وثمانية 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 من مية ازاي بحسب اهلاكي؟ اتفعنا ان المستأجر بيحسب الاهلاك لأصوله بطريقة القصد السابت فبنفس الطريقة هيجيب قيمة القصد المستأجر تأجير تمويلي مئة ألف على خمس سنوات ده عمره أو فترة التأجير أيهما أقل هيحسب عشرين ألف جنيه حساب مصروف الاهلاك مدين مجمع اهلاك داي في دفاتر المؤجر في دفاتر المؤجر طبعا الآلة خرجت من عنده مقابل مدينه آلة مدين وحساب الآلة المؤجرة تأجير تمويلي دايد ده بمئة ألف فأول سنة هياخد قصد فالنادية هتزيد عنده بخمسة وعشرين ألف تسامية واحد وثمانين واثنين وستين تلمية مقابل ان قيمة الدين اللي على المستأجر هتقل بثلاتة وعشرين ألف تسامية واحد وتمانين ومصروف الضريبة اللي اتدفع الفين الفوائد المستحقة ليه هتبقى من حساب مديني الفوائد الى حساب اراض الفوائد ده اللي هيدفعها المستأجر الأصل المؤجر هيظهر في دفاتر المستأجر ضمن أصوله بس مكتوب جنبيه تأجير تمويلي على سبيل المثال اذا كان الجزء الجاري من الالتزامات في نهاية عام 2005 الفوائد الفوائد ستة وسبعين الف وتمنتاشر وتمانية وتلاتين من مية بيمثل المقدار اللي المفروض اخفضه في الفين وستة ستاشر الف تلتمية تسعة وتمانين وتمانية وستين في المية يبقى قيمة الالتزام من عقد التأجيري التمويلي بتبلغ تسعة وخمسين الف ستمية تمانية وتلاتين وستة من عشر جبتها منين قادم الحسابات متفقنا ان الحسابات انت تعرفها بس انت مش مطالب بيها في الامتحان الفوائد الآجلة زائد اجمال الالتزامات هيطلع عند حضرتك المبلغ بتاع التزامات التأجير التمويلي القيد الخاص بالدفعات كل سنة هيبقى مصروف ضرايب مصروف فوائد التزامات الى حساب النادية طبعا الحاجات دي دلوقتي احنا بنحسابها بسهولة على الاكسل فعلشان كده في الامتحان احنا مش هنطلبك بالتفاصيل دي احنا هنطلبك بس بمبلغ القصة على بعضه انها كانت هتدفع كل فترة اه عشرين الف او خمسة وعشرين الف فهتقول من حساب التزامات تأجير تمويلي الى حساب نقدية وعند المؤجر هيبقى العكس من حساب نقدية الى حساب مدينه تأجير تمويلي برقم واحد من غير التفاصيل دي بتتكرر العملية دي كل سنة لحد اخر الفترة في اخر الفترة بيتم في الدفاتر المؤجر القيدة حساب نقدية حساب مدينه اسفه مقابل مديني عقود التأجير والفايدة ومصروف الدرايب المعالجه المحاسبيه لو جيل قرر المستاجر انه هو يشتري الاله بعد انتهاء مدة العقد وكان المبلغ اللي عرضه للشراء خمسين الف جنيه لو المؤجر الوافق مفترض ان انا بعمل القيد ده واحده واحده بقى معي انا عندي الى بمية وخمسين الف جات منين الاله القديمة بمية الف زائد هدفع خمسين الف عليها علشان تبقى ملكي بقى خلاص مش مؤجرة تأجير تمويلي فالاجمالي بتاعها مية وخمسين الف انا اهلكتها خلال الخمس سنين انا المستاجر بمية الف يبقى الطرف المدين الى بمية وخمسين الف ومجمع اهلاك بمية الف تعالى للدايل هتقفل الاله القديمة المؤجرة لانها بقت ملكك يبقى حساب الاله المؤجرة دايل وهتقفل مجمع اهلاكها مرة تاني بمية الف وهتدفع نقدية بخمسين الف ده القيد في حالة اشرة ايه المعالجة المحاسبية في دفاتر المؤجر منوش ده ان هو هياخد الخمسين الف بالنسبة له هتبقى ربح بيع الاله واحيانا ممكن تبقى اخزاره لو قيمة الاله اعلى من خمسين الف لكن في الحالة دي هتبقى ربح لو عقد الايجار اللي فات ده اخلي باحد الشروط كانت مدة التأجير مثلا تلت سنين او القصد ما كانش بالتوتال بتاعه التلت سنين ما بيزدش عن تسعين في المية من القيمة العدلة للقصد يعني شرط من الشروط الاربعة مش متوفرة او الشروط الاربعة كلها مش متوفرة يبقى عقد تأجير تشغيلي يبقى في دفاتر المستأجر ده مصروف ايجار هيجي مدين والنقدية داين في دفاتر المؤجر لو التأجير تشغيلي هو بيعتبر ان النقدية اللي دخلها دا اراد فهتبقى حساب النقدية مدين بقيمة قصد الايجار اراد الايجار داين بنفس القيمة وكل عام هيحسب الاهلاك في دفاتره يعني في التأجير التشغيلي المؤجر هو اللي بيحسب الاهلاك وفقا لطريقة القصد الثابت من حساب مصروف الاهلاك الى حساب مجمع الاهلاك شكرا